اشتركوا في القناة شايفة منظروا في الاخر ده باذن الله لما يخلص مايفرقش حاجة عن الكريمة تقيلة جدا كأنه ايس كريم بالزبط انا بحبه تقيل فده في ايدك تخففي او تقليلي السائل اللبن او الميا بالنسبة للبودر بتاع الكريم شونتية وانت بتعملي هنشوف مع بعض الطريقة وما اديره سهلة جدا انا بجيب البودر بتاع الكريم شونتية بجيبه خام بدون سكر وانا بحط له السكر من عندي ده احسن وطعمه الازج جدا من الببقى مع خليط عليه السكر نشوف بسم الله هنا معايا كوباية غير مملوقة اهي شايفها مش مليانة تلج وميا سقعة جدا ونص كوباية سكر عادي سكر خشن ونفس مقدار المياه كوباية برضو الا شوية بسيطة جدا غير مملوقة من بودر الكريم شونتية ومعايا رشد فانيليا تمام هنحط كله على بعض في البولة بتاعتي طبعا مضرب كهرباء ما ينفعش تعمل خالص مضرب سلك لازم مضرب كهرباء وبتبقى باشد سرعة لمدة 8 دقيق تمام هنا ضفت المياه وحضيفة هو بودر الكريم شونتية والسكر والفانيليا كله اضاف على بعضه تمام وبدأت اخلط بالمضرب الكهرباء بتاعي ما ينفعش في الخلاط لازم مضرب كهربائي كده مضرب بيد تمام اول عجانة بقى لو عندك عجانة بيبقى فيها برضو المضرب بيبقى فيها السكنتين بتاع المضرب ده بتركبيهم وبيشتغل معك اهو تفدري تضرب المدة 8 دقيق لحد ما يبدأ معك الخليط يتقل ويوصل للي انت عايزي اهو ادل منظره لما خلص خالص طبعا انت بقى بتشكلي بيبقى معاك الكاكاو الخام وبتشكلي بقى بيبقى كريم شونتية شوكولاتة وكريم شونتية ابيض ولو عندك الوان برضو اللي هي الوان طعام بتشكلي وان شاء الله تكون وصلتها عجبتكم النهارده كانت معاكنونا الحجيري وصحيتين وهنا